الكيمة التسوقية لمصر وسنغال قبل هذه المواجهة أو المواجهتين مصر بنتكلم في 161 مليون يورو سنغال 343 مليون يورو الضعف تقريبا طبعا عشان عدد كبير من المحترفين في السنغال أغلى لاعب كيمة السوقية في الفرقتين هو بالتأكيد محمد صلاح 100 مليون يورو السنغال ساديو مانيه 80 مليون يورو مواجهة كلاسيكية كبيرة بين ساديو مانيه ومحمد صلاح طيب عدد مرات التأهل لكأس العالم مصر تقالت 3 وسنغال تقالت مرتين وأهم اللاعبين بالتأكيد محمد صلاح في منتخبنا الوطني ومعه محمود ريزيجي وأيضا محمد الشناوي حارس المرمو حارس النادي الأهلي ومعه محمد النيني لعب أرسل الإنجليزي وعمر مرموش لعب شتورجرد الألماني أما السنغال فأبرزهم طبعا إدوار دوميندي حارس مرمو شيلس الإنجليزي أفضل حارس في العالم ساديو ماني ليفربول الإنجليزي وبولاي دايا لعب فيا ريال الأسباني وكوليبالي المدافع الكبير الرائع لعب نابولي الإيطالي دول أبرز اللعبين الموجودين في المنتخبين